أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عشف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم اليوم هو السبت مقابل 17-11 عام 1437 الموافق 28-2016 هذه الحلقة 316 لا نزال في موضوع التحدي وقلنا أن التحدي في الأيام هذه والزمن هذا تحدي الفكر والعقل السيطرة على الناس الأيام أو هذه الأزمنة عن طريق السيطرة على العقل أول كانت بالحروب والقوة العسكرية الآن خلاص انتهى عصرها ذكرنا كيف الناس الذين متطلعين يكونون السيطرة على طول يحاولون يضروا للآخرين إنهم أحسن منهم أو يعتنقون أديان إلى آخره طبعاً آخر المطاف أنتابهم أن ذهبوا إلى جنوب أفريقيا وقالوا لهم طبعاً رجل أبيض وقالوا أنتم أشكالكم قبيحة والله غضبان عليكم وأرسلنا لكم علشان تخدمون خلقكم كذا بقبح حتى أن يعرفون أن الناسكم مخلوقين للخدمة لا يمكنكم تسودون أو تحكمون أو تعلمون مكانكم الطبيعي أن تخدمون الرجل الأبيض أو تخدمون الأسيات وقد قالوا لهم هذا وقالوا علشان تدخلوا الجنة قبلنا بخمسمة سنة لازم نبيعكم نشتريكم نضربكم ونوسمكم على الخد إلى آخره وتقولون بعد ذلك شكراً يا عيسى أو يا المسيح الذي أرسلت لنا هذا الناس إلى آخره بعدين قالوا لهم أنتو خلقكم بالله تعبدون الرجل الأبيض تخدمونه ما عندكم شغل غير هكذا واستمروا على هذا الكلام سنين حتى آتوا ناس لهم علاقة بالإسلام القريب ومبعيد وقالوا لهم الناس هم سواسية إلى آخره طبعاً نابليون من ضمن الناس الذي يريد يساطر على الناس فقال لهم يعني يقول هو أن المسيح بعد بدايته كانت يعني الدين ماشي يعني كما ينبغي لكن بعد المسيح تعير كل شيء إلى آخره ويقول لنابليون أنه فقط دين صحيح هو الإسلام ويقول أنني أتطل إلى ذاك اليوم الذي يسود الإسلام العالم وسيسود ثم يقول يريد أن يحكم يعني يتحكم في الإسلام حتى يتحكم في الناس طبعاً نجد أن الله يقول عن اليهود في الكتاب المقدس يسبهم يعني يقول أنهم قسات القلوب إلى آخره ومن قتلة الأنبياء إلى آخره إذن المفروض الذي يلعنون أنهم ليسوا الأفارقة اليهود لأن الأفارقة ما ذنبهم إنهم يعني سمر على كل حال لا يزال الناس يعني يعني يبرمجون الناس باسم الدين أو باسم أي شيء حتى سيطروا عليهم ويقول لك أنت يا أخي أنت من آل فلان أو من القرية الفلانية أو البلد الفلاني أنت يا أخي خلق الله عبد وانت أقل الأقل هذو الأسياد وهذو الحكام وهذو لا فيتبرمجون الناس إن هذا خلاص الله خلق وحكمك يعني خلق يكون ملك خلاص إذن أنت مالك حق إذا تسير ملك لأن هذا بعدين عكس إراءة ذا الله هذا يضحك على الناس الجهلة وإلا فإن القرآن ما قال ذلك يقول أكرمكم عند الله تكاكم أنت بالعمل لست بأنت فلان ابن فلاني إلى آخره وطبعا سنتوقف هنا القسم العربي ونبدأ بالقسم الإنجليزي أكثر من الناس الجهد في الناس الجهد من الله وطبعا 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 ملتايا. وقالتها في الأخيرة. الأمر في الأخيرة ، وقالتايا لقدروا أن أبقى منتجين. الله أبقى أن تأخذك. أنه كلما أعرف أن تكون سيعادة لكي يكون منتجين أن يكون بها. سنحن نشر البشرين جداً وبما يتوقفين بئة حيثون أن الله لا تعود إلى ترى ونحن نحن أن لا تعود إلى ترى وإن ان تصل إلى أن يساعد نحن ن Commsنوبة نحن نقاشون لنا نظام 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 أو نظام 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 and we're gonna make you a slave and to prove you are a good Christian when we weep you we say thank you Jesus and then we're gonna do this and this even take some of the flesh and let the falcher eat it and if you did this and you serve us probably then God he got something special even for the cursed he will let you go to heaven before us white people if you serve us probably and then they start to work in the mind hypnotizing them by you are inferior you are you cannot learn you cannot rule you cannot and they start to hypnotize them and work in their mind and tantalizing them so they have to and they can accept their slaves and the white people the masters and they took years and years until some people came from Malaysia they have something related to Islam and they said you know we are the same and this is not from God and they start to make revolution and of course there is Muslims before Nelson Mandela and then people free the mind and take the shackle or break the medical from the mind if you do medical or shackle to the mind then the mind will be will be handicapped mind and if you can have handicapped mind how can the mind work anyhow we read in the Bible that God cursed the Jews and you know the story as Allah said to them you are stiff neck you killed the Prophets I sent to you why should I made you it was a mistake I'm sorry to make you as the chosen people anyhow and then again Napoleon said this you know Napoleon he wants to control people and Napoleon said I long for the day when Islam prevailed and it will prevailed over the world and I want to control Islam to control the world and he said before that after Jesus they have changed everything they startle all right and they change everything instead of worshiping one God they didn't worship one God or two God they have three they don't know how it happened they can't explain but that's the way it is you know treaty is a dilemma no one can explain of course you ask any preacher or any bishop and they fall short of the glory to explain I just think it's mystical and it's unfathomable no one can understand it anyhow we're gonna continue this one and the second opposite about the challenge so what's the solution solution to read islam why because the only place you have the truth 110% if I can say is in the Quran how God revealed the Quran to us and how he described himself in the apostles and we so let no one program you and telling you you cannot make it and we still have this hey this man he's king you cannot this man he's prime minister or whatever no no if he acquire something by cognition knowledge okay no problem if he is better than you in boxing well you can admit it otherwise you can have so many arenas you can be in that number one for example I'm example a blimmer and this one is electrician so I am better than him in my job and he is the same for his job and yeah I'm gonna stop here and I'm gonna tell you peace be unto you all until I see you later in time this is your my friend search ever